بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني ولسه مع تفريج الكربات القرآن مليء بالنماذج من حياة الأنبياء التي يبين الله لنا فيها كيف فرج الكربى عن أنبيائه ورسله وعن أحبابه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اشتد المرض بسيدنا أيوب وهزل جسده وضعف جسده شوف لما جسد نبي من الأنبياء يضعف ويصب بهذا المرض الشديد وهذا الابتلاء الشديد وبعدين سيدنا أيوب شوف أدبه مع ربنا مش عايز يقول يا رب شفيني شوفوا أيوب إذ نادى ربه بعد شدة المرض شوف قال إيه مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين بأعبرة وعظة لمن أراد أن يشفيه الله من مرضه أن يتذكر أيوب عليه وعلى نبينا السلام بس مجرد أن قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له الفأل الصرعة فاستجبنا له على وجه الصرعة فكشفنا ما به من ضر كشف الله عنه الضر وأذهب عنه المرض كل الطبيب تخطفته يدرد يا شافي الأمراض من أرداك كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك كل الصحيح يموت من غير علة من ذا بالمنايا يا صحيح دهاك الصحيح مات من غير علة واللي عنده علة كشف الله ما به من علة ومن مرض فعفاه وشفاه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل شوف لما سيدنا زكريا ما عندوش أولاد وبلغ من الكبر اعتيا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الإجابة إيه والنتيجة فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا كان بيدعي ربنا رغبا ورهبا طمع فيما عند الله وخوف من عذاب الله وكانوا لنا خاشعين يبقى سيدنا زكريا عندما انقطعت به الأسباب بلغ من الكبر اعتيا وزكت أيضا بلغت من السن فكيف به أن يرزق بالولد في هذا السن دا الأمر يسير عند ربنا سبحانه وتعالى الأمر يسير يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سمية سماه يحيا ليحيا عليه وعلى نبينا السلام فده إن دل يدل على إيه؟ على أن الله جل وعلا يفرج الكرب عن من شاء ويستجيب الدعاء لمن شاء في أي وقت شاء بيقول في القرآن أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض بس أنت عليك بالدعاء ادعي ربنا أيا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشي السحابا ومن كلم في الدجا موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا من خص أحمد واصطفاه وأعتق في شفاعته الرقابا لك الفضل المبين على عطاء من أنت به وضعفت الثواباء سيدنا يوسف وأخوه بعد ما غابوا عن أبوهم سنوات طويلة ربنا يرد سيدنا يوسف إلى أبيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون عايز أقول لكل مكروب لا تيأس لا تقنط لا تيأس من رحمة الله لا تيأس من روح الله كن واثقا بالله ثق بالله ولا تحزن نسأل الله أن يفرج الكرب عن كل مكروب اللهم أمين أروح فاصل وارجع لحضراتك وتاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب